كالقابض على جمرة السلام يحاول المبعوث الاممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد الاحتفاظ بموقع مبادرته وحضورها في حل الازمة اليمنية فعبر احاطته الاخيرة امام مجلس الامن يؤكد ولد الشيخ على ان السلام هو الطريق الوحيد للخروج من الازمة التي تعصفه باليمن خطاب المبعوث الاممي عقب زيارته لعدن وصنعاء مطالبا بوقف الاعمال القتالية كخطوة اولى تمثل ركزة صلبة للتباحث بالحل السياسي الشامل بحسب قوله غير ان نقده السياسي للشرعية والرئاسة اليمنية وتقاعس الانقلابيين امام خطته يؤكد ان مواقف الاطراف على الارض تشير الى فقدانها الرجاء في حل يأتي من جعبة المبعوث الاممي موقف الرئيس هادي المتواصل من المقترحات الاممية بحسب الاحاطة لا يحمل الا دلالة واحدة هي انه لم تعد هناك جدوى او ثقة حقيقية بنجاح المشاورات خصوصا مع حملة الانتقادات التي طالت خارطة السلام الاخيرة التي ينظر اليها مراقبون باعتبارها ابعد ما تكون عن السلام الذي ينشده اليمنيون الاحاطة حملت تحذيرات من خطورة القرارات الاحادية التي يقوم بها الانقلابيون خصوصا ما يتعلق بتشكيل حكومة في صنعاء الامر الذي من شأنه تقويد مسار السلام ان قرار انصار الله والمؤتمر الشعب العام بانشاء حكومة موازية تابعة للمجلس السياسي الاعلى يضع عراقيل اضافية لمسار السلام ويؤثر سلبا على عامل الثقة بين الاطراف مضامين سياسية واخرى انسانية كانت حاضرة في احاطة ولد الشيخ التي حملت ايضا تحذيرا جديدا ازاء ما يشهده اليمن من تراجع مستمر على الصعيدين الاقتصادي والانساني بحسب المنظمات الانسانية هناك 18.8 مليون مواطن ومواطنة بحاجة لمساعدات انسانية ثلاث جوالات تفاوضية لم تسفر عن شيء ويتوقع ان تعزز برابعة في الاردن لعل فيها يجد اليمنيون حلا سياسيا لازمتهم الراهنة ولو ان الامال لا تزال ضعيفة هي لذلك خصوصا مع ارتفاع صوت السلاح المتصاعد في الجبهات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة